موسيقى بدعم من السفارة الفرنسية في عمان وجمعية الكريتاس الأردنية وبالشراكة مع مطرانية الروم الملكيين الكاتوليك افتتح في كنيسة ميلاد السيدة للروم الملكيين الكاتوليك في محافظة مادبة مشروع تحسين استراتيجيات التكييف المعيشي لصالح المهجرين العراقيين والأفراد الأردنيين ممن يعانون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة الافتتاح الذي استهل بالسلام الملكي الأردني والنشيد الوطني الفرنسي تضمن كلمة للمطران إليب شار الحداد المدبر الأبراشي على الروم الملكيين الكاتوليك في الأردن قال فيها لحظة تاريخية نكتبها اليوم في مادبة مدينة التاريخ والأثار خدمة للإنسان وللكرامة والبشرية شكراً لكاريتس شكراً لفرنسا شكراً لسفارة الفاتيكان شكراً للسيد وائل ولسعادة السفير أتوقف عند هذه المبادرة لأحيي كاهن رعية مادبة الأب معين الحلو الذي سهل الخطوة وكان المتحدث باسمنا والذي نقل بأمانة حرصة مطرانية الروم الكاتوليك على خدمة الإخوة وبناء الجماعة جميل ما تحقق اليوم أيها الإخوة لأنه يرضي الله فكل مرة نسقي أحد الإخوة كأس ماء بارد فالله قد سقينا وإذا أحببنا الله ولم نحبب أخانا فنحن غير صادقين من جانبه أكد السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي خلال كلمة ألقا على هامش افتتاح المشروع إلى أن القانون الفرنسي يركز على حقوق الإنسان وخاصة حرية الفكر والدين والمعتقد مشيدا بالعمل المشترك بين حكومة بلاده وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب وفي كلمة ألقا مدير عام الكاريتاس وائل سليمان شكر فيها باسم الكنيسة الكاثوليكية في الأردن حكومة وشعب فرنسا الصديق ممثلا بسعادة السفير الفرنسي في عمان وطاقم السفارة مؤكدا على حرص الأردن الدائم وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على ترسيخ أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط أود أن أقدم وباسم الكنيسة الكاثوليكية في الأردن كل الشكر والعرفان لسعادة سفير دولة فرنسا الصديقة ومن خلال سعادته إلى الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي للطيب الشكر كل الشكر على دعمهم الأخوي لإخوتنا المهجرين من العراق والمتواشدين على الأراضي الأردنية بمشاريعا رياضية يستطيع من خلالها العيش بكرامة نشكر اليوم جلالة الملك المفدى عبد الله بن الحسين على محبته وتواضعه وسعد صدره وعطائه وعمله الدأوب من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط طالبين من الله العلي القدير أن يرافقه ويعطيه القوة والنعمة لإتمام تلك المسيرة وحضر حفل الافتتاح السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي والقايم بأعمال السفارة البابوية في الأردن المنسونيور روبرتو كونة وسفيرة العراق لدى الأردن صفية سهيل ورئيس بلدية مادبة المحامي مصطفى المعايعة ومدير الشرطة السياحية في المحافظة الرائد فيصل الرواشدة وأفراد من الشرطة السياحية وجمع من كهنة الرعاية والرهبان ونواب المنطقة وأحيى الاحتفال بأنشيد روحية جوخة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة وفي نهاية الاحتفال تجول الحضور في مرافق الحديقة وأقسام المشروع كافة للاطلاع على إمكانيات المشروع وما يقدمه للأفراد من برامج حيث يتضمن موقع المشروع الكائن في حديقة كنيسة الروم الكاتوليك في مادبة ورشاة متعددة ليعمل المستفيدون من المشروع ومنها الأشغال اليدوية وأعمال الفسيفساء والتي سيصار لاحقا إلى تسويقها في مدينة مادبة ترجمة نانسي قنقر